سمح من رحيم برضو هنا من ضمن الحاجات اللي اللي لقيتها جديدة انه هو هنا حاطة صورة التم نفسها كنست جوه اليو في يعني ده جهاز تحليل اهو حاطة صورة التم سريعا كده جوه منه في المكان الفاضي اللي فيه وبعدين شرح لنا شوية حاجات تانية احنا هنتكلم عن الحاجات التانية دي ان شاء الله بعد كده بس انا يهمني اخراج الصور يهمني الشكل اللي هو عامله هو طبعا يتكلم عنها نوات سريعا وهي دي الكابشن تده قدام منك بس انا يهمني ان انت كده فهمت الفكرة ماشي ازاي ان انا ممكن اطلع صورة التم في صورة صورة مستقلة ممكن احطها كجزء كده اصد جهاز تحليل ممكن احط كذا جهاز تحليل مع بعض بالمنظر ده ولازم يكون ليه معلاقة ببعض هو بيربطهم ببعض مش اي اجهزة تحليل مع بعضها هو بيربطهم مع بعضيهم وهو بيكتب في الكتابة هيكتب انه فيجر سي ده في نتائج تأكد اللي طالع في فيج دي بيرد على فيجر سي وبييرد على فيجر بي وهكذا او ممكن اخليها ايه بقى الاحسن دي حاجة ترجع لك انت ترجع لك انت واخراجك طبعا مع حدود المشرف بتاعك لكن دي حاجة ترجع لك انت اللي عينك ترتاح لو اللي انت شايف انها كويه صدر تمشي يعني يهمني دي كون الفكرة يهمني ان انت زي ما قلت لك وانت بتزاكر تسجل نفسك طريق اخراج الصورة التم في العينات بتاعتك عاملة ازاي لانها يعني بتاعت لحد ما ساعة بتاعتمد على شكل العينة او نوع العينة او ك الكتابة اللي هو كتابها والكابشن عشان تعود نفسك ان انت لما تكون معك سورة ان شاء الله من عينها بتاعتك هلاحز ان احنا الكناب ده انت ممكن تعمله قبل ما تحضر اصلا قبل ما تحضر المهوت بتاعتك قبل ايها قبل ما تروح تصور اصلا تمي تكون انت مجهز نفسك هتكتب الكابشن بتاعت الفكرة ازاي حاطس لنفسك كده شكل البحث بتاعك ان ادي صورة التم ده الكابشن بتاعته ده الكتاب اللي انا هكتب عليه بدأت تتخيل البحث وتخططله من قبل ما تبتل تشتغى العملي اصلا دي طريقة المذاكرة الصحيحة للابحاث السابقة اتفقنا نجمل وان شاء الله الفيديو اللي جاي مطاع جديد شكرا لكم